نعت عائلات الضحايا أحباءها الذين راحوا ضحية التفجر الامتحاري الذي وقع يوم الجمعة في مسجد بقندوز شمال أفغانستان مخلفا عشرات القتلى ويعد من سلسلة الهجمات التي استهدفت حكام طالبان الجدد في البلاد في التقرير التالي شهود عيان يتحدثون عن الواقع كنا على وشك الوقوف لأداء صلاة الجمعة خلف الملة وكنا جالسين هناك وحرس الانفجار الانتحاري وسط المسجد بمجرد أن كبر الملة وسمعت صوتا مرعبا للغاية ثم انتشرت أشلاء الجسس في كل مكان فبعض الجسس أضحت من دون عيد وأخرى من دون أقدام ومنها من انفصل الرأس عنها لم نكن نعرف شيئا عن الانفجار وقد وقع في الساعة الواحدة وخمسين وثلاثين دقيقة بعد الظهر ثم تلقيت مكالمة هاتفية فذهبت إلى المستشفى وفي ذلك الوقت حتى مستشفى المنطقة لم يستقبل الجرحة وكان يقترح نقل المرضى إلى أطباء آخرين لأن مستشفى المنطقة استنفذت قدرته العلاجية في ذلك الوقت